سويت بحث مطول لأفضل ماوس ممكن تستخدمه إذا كنت تسوي مونتاج أو إذا كنت تشتغل الفوتوشوب أو إذا كنت تشتغل بوايد برامج بالكمبيوتر احتجت أن الماوس هذا يكون في مواصفات إضافية فعلا تسهل عليه عملي والخيار النهائي اللي توصلت له لماوس في مواصفات ما توقعت أنها تكون موجودة على الماوسات الماوس اللي اخترته لكم وهو ماوس Logitech MX Master 3 خلونا نشوفها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الماوس اللي اخترته لكم فيه له مواصفات جدا كثيرة أول شيء دقة الماوس هذه هي 4000 dpi والحلو فيه أن هذا الماوس يشتغل على أي سطح حتى لو كان فيه نعكاس حتى لو كان زجاج رح تقدر تشغل عليها الماوس الماوس يشتغل عن طريق البلوتوث وأيضا داخل العلبة في عندك القطعة هذه تقدر تركبها على الكمبيوترات اللي ما فيها بلوتوث طبعا يشتغل على الويندوز وعلى الماك وعلى أي جهاز ثاني تقدر توصل عليه الماوس سواء بالبلوتوث أو بالوصلة هذه أو حتى عن طريق الكابل عن طريق الكابل المنفذ اللي موجود بهذا الماوس وهو منفذ USB Type-C فيقبل الشحن السريع من مميزات هذا الماوس لأنه فيه منفذ Type-C ويشحن شحن سريع أنك لو شحنت هذا الماوس لمدة دقيقة واحدة رح يشتغل معاك لمدة ثلاث ساعات ولو شحنت شحنة كاملة رح يشتغل معاك لمدة سبعين يوم وهذا فعلي أنا صار لفترة أستخدمه وما حتشت أني أشحن الماوس فما جربته هو يوصل سبعين يوم أو لا بس أنا ما أذكر متى آخر مرة شحنته لأني ما أحتاج أشحنه فعلا يطول معاك فترة جدا طويلة إذا وصلت كابل Type-C من الماوس إلى الكمبيوتر أيضا رح يشتغل معاك كماوس واير إذا ما كنت بتشغل البلوتوث ومن مميزات هذا الماوس أنه يشبك معاك على ثلاث أجهزة تحت الماوس في زر مجرد ما تضغط هذا الزر رح يحول من الجهاز الأول إلى الثاني مثل ما أنتوا شايفين أن أنا مشغل على الماك والآيباد لمجرد الضغط مرة واحدة يتحول إلى الآيباد وضغط مرة ثانية يرجع إلى الماك ليش اخترت هذا الماوس بالتحديد لأن هذا الماوس فيه 6 أزرار قابلة للبرمجة لكل برنامج يعني الأزرار اللي موجود عليه 6 غير الأزرار الأساسية في عندك الفرارة هي نفسها الزر وفي عندك فرارتين وفي عندك زر يحول لك نمط السكرولر إذا تبيه يكون سكرول ناعم أو يكون سكرول تحس فيه بطاقات يسمونه السكرول الخشن نقدر نسميه وفي عندك زرين على جنب وفي زر موجود بالأسفل مكان راحة اليد هذا الأزرار عن طريق البرنامج اللي ييه مع الماوس اللي هو على الماك وعلى الويندوز رح تقدر تختار كل برنامج شي يسوون هالأزرار فأنا على سبيل المثال مختار بالفاينل كت أن الزر يسوي كت يقصلي الزر الثاني يسوي دليت يحذف الفرارة إذا ضغطت عليها تسوي بلاي وإذا ضغطت عليها مرة ثانية تسوي بوز توقف الفرارة الثانية راح تسوي لي زوم على التايم لاين وترجع هذا فقط على برنامج الفاينل كت لو رحت على سفاري مجرد ما تحرك الفرارة الجانبية راح ينتقلك من تاب إلى تاب آخر والفرارة اللي فوق ينتقل للأعلى والأسفل كل برنامج أنت تقدر تنقي شنو الأشياء اللي تبيها داخل حتى الفوتوشوب والبورد والإكسل أغلب البرامج هذه لها أعدادات مسبقة موجودة بالبرنامج ولكن أنت أيضا تقدر تغيرها طبعا هذه الأوامر راح تشتغل معاك على الماك والويندوز ما راح تشتغل على الآيباد أو الآيفون أو أجهزة الأندرويد لأن هذه تحتاج إلى برنامج يشغلها بهذه الطريقة وهو موجود فقط على اللابتوبات على بقية الأجهزة راح يشتغل كماوس عادي الزر اليمين والإيسار والفرارة فقط أيضا تقدر تتحكم غير الأزرار تقدر تتحكم بخصائص الماوس نفسه لكل برنامج وتقدر تحدد سرعة الماوس تقدر تحدد نوع الفرارة تبيها خشن أو ناعم على حسب البرنامج اللي أنت تشغله وتلقائي هو يشغلك يا أو حتى تجاه الفرارة الماك والويندوز استخدام الفرارة معكوس فلو رفعت للأعلى بالويندوز راح ينزل للأسفل ولو رفعت للأعلى بالماك راح يصعد للأعلى وعن طريق البرنامج أنت راح تقدر تحدد لكل برنامج وشلون تشتغل معاك الفرارة وهذا الماوس أيضا في ميزة اسمها فلو هذه الميزة ويد قوية أنه لو كان عندك كمبيوترين أو أكثر شابكهم كلهم على نفس الراوتر ومنزل عليهم البرنامج الخاص بالماوس راح تقدر تنتقل من الكمبيوتر الأول بالماوس إلى الكمبيوتر الثاني بشكل مباشر بدون ما تضغط على زر تبديل الأجهزة فرح يتعامل مع كمبيوترات مختلفة سواء ماك أو ويندوز يتعامل معهم كأن شاشات وليست أجهزة مختلفة وأيضا لو سويت نسخ في الجهاز الأول راح تقدر تسوي لسق بالجهاز الثاني حتى لو كانوا ويندوز وماك يعني النظامين مو متوافقين مع بعض لكن الماوس راح يقدر يسوي لك هذه الميزة هذا الماوس أتوقع أنكم ممكن تحصلونه بأي مكان أنا شريته من أمازون وقيمته 100 دولار في منه اللون الرصاصي وفي منه اللون الأسود إذا كنتوا تحبون أني أستعرض لكم الأدوات اللي أنا أستخدمها واللي بحثت عنها واللي لقيت أنها منها فائدة كتبوا لي بالأسفل بالتعليق أيضا إذا عندكم أجهزة جدا مفيدة كتبوا ليها بالأسفل بالتعليق بالفيديو القادم من هذا الأسبوع راح ينزل فيديو لجهاز آخر وهو الكيبورد السحري هذا الكيبورد أيضا لمميزات جدا كثيرة لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل التنبيه بحيث لو نزل هذا الفيديو لتشوفه أول بأول وكان هذا موضوعنا لهذا اليوم لايك وشير ونشوفكم على خير كان معاكم سيد محمد لاشمي مع سلامت ترجمة نانسي قنقر